السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معنا مجموعة مهمة من الأنباء عن الأشياء التي تجري في ألمانيا وخاصة بعد بدء فرض حظر التجول الليلي في بعض المدن الألمانية كمان رح نتحدث عن موضوع اللقاح في ألمانيا والقوانين النظمة لهذا الموضوع ورح نشوف كمان بعد بعض حركات المعارضة والمظاهرات ضد الإجراءات المعمول فيها حاليا مقاطعة بعدن فيوتنباك الكبيرة جنوب غرب ألمانيا بدأت بتطبيق بعض الإجراءات الصارمة وفرض حظر التجول في بعض المدن في هذه المقاطعة المدينة الأولى يلي بدأ فيها حظر التجول للبارحة هي مدينة منهايم في مقاطعة بعدن فيوتنباك الليلة الأولى حظر التجول هذا فرد بسبب زيادة عدد الحالات فوق المئتين حالة لكل مئة ألف مواطن خلال سبعة أيام فالمقاطعة قررت أن المناطق يلي بتتجاوز هذا الرقم يمكن فرض حظر تجول الليلي الآن فيها فكانت مقاطعة منهايم هي المدينة الأولى يلي الآن تم فرض حظر تجول فيها البارحة من الساعة 21 مساء يعني التاسع مساء وحتى الخامسة صباحا وهذا يعني أنه كل سكان هذه المدينة لا يسمح لهم بالخروج ليلا في هذا الوقت إلا لأسباب يعني واضحة أو عقلانية قلنا مثل الذهاب للعمل أو للطبيب الأشياء المهمة فقط فيما عدا ذلك لن يسمح بالخروج والشرطة الألمانية البارحة قامت أيضا بمراقبة فرض حظر التجول الليلي حظر التجول الليلي هذا تم فرضه الآن لمدة 10 أيام حتى 14 ديسمبا قابل للتمديد طبقا لعدد حالات الإصابات في هذه المدينة محافظ مدينة منهايم أسنى على الناس وشكر الناس اللي التزمت إلى حد بعيد أيضا بحظر التجول الليلي الآن اللي تم فرضه وطبعا المدينة تحولت عمليا إلى مدينة أشباح ليلا شرطة يعني قامت بمراقبة هذا الموضوع بشكل كتير كبير فبعد العاشرة أو الحدي عشرة ليلا يعني المدينة أصبحت خالية تماما حتى من السيارات وبالتالي عبتم شكر الناس بسبب التزام الكبير بالإجراءات اللي تم فرضه الآن في مدينة منهايم أيضا في مدينة فوتسهايم اليوم كمان في مقاطعة بعدن فيوتنباك تم فرض حظر التجول الليلي الذي يبدأ اليوم مساءا نفس الشروط ستنطبق على مدينة فوتسهايم حظر التجول الليلي هو بين الساعة الواحد وعشرين التاسع مساءا والخامسة صباحا لا يسمح بالخروج فيها من المنزل إلا لأسباب عقلانية منطقية مثل الخروج للعمل أو إلى الطبيب أو أي شيء طارئ أو مهم فيما عدا ذلك لن يسمح بالخروج وسيتم مراقبة وتطبيق ذلك من قبل الشرطة الألمانية أيضا حظر التجول هذا مبدئيا سيكون أيضا لمدة عشرة أيام حتى 14 ديسيمبا قابل للتمديد إذا لم تنخفض الحالات تحت نسبة 200 ألف لكل مئة ألف مواطن في مدينة فوتسهايم ننتهي الآن لموضوع اللقاح وعودة الحديث عن موضوع كيف سيتم تنظيم إعطاء اللقاح لحد الآن نحن عندنا التأكيدات أنه لن يتم فرض إعطاء اللقاح وهذا الشيء أكدوا ثلاث شخصيات رئيسية في ألمانيا المستشارة الألمانية مايكل نفسه وزير الصحة وأيضا رئيس البرلمان الألماني ولكن الآن عضو في لجنة الإتيكات هو شتيفن أوكسبيك يلي طالب الآن بتنظيم هذه العملية بفرض قانون أنه يصير قزيتس وليس فقط في أوتنون يعني سيكون تعليمات فقط أنه من هي المجموعات التي ستأخذ هذا اللقاح أو يجب فرض أخذ اللقاح عليها المجموعات الرئيسية اللي عبي تم الحديث عنها لحد الآن هنن كبار السن فوق سن 75 اللي عندن أمراض مزمنة ومتكررة كمان يمكن إعطاؤهم اللقاح أيضا الطواقم الطبية الأطباء الممرضين العاملين في الرعاية الصحية في المشافي في دور رعاية كبار السن المسنين فهدول المجموعات الرئيسية التي سيتم إعطاؤهم اللقاح فعبي طالب الآن بتنظيم عملية إعطاء اللقاح وفرض أيضا إعطائه عن طريق قانون وهذا القانون سينظم أنه من سيجب أن يفرض عليه أخذ هذا اللقاح أنه يتم تنظيم ذلك يعني فقط بشكل قانوني عن طريق موفق البرلمان الألماني مدينة برلين العاصمة طبقا للمطالبات بفرض الآن اللقاح على بعض المجموعات الأخرى عبتفكر بفرض اللقاح أيضا على الكاسيغة اللي بيشتغلوا بالزوباماكت الناس اللي بيعدوا على الكاسيغة وبيأخذوا الفلوس من الناس أيضا أنه يتم فرض اللقاح على هل الأشخاص لأنه عندهم تماث مباشر ودائم بيحكم مهنتهم بيحكم عملهم بشكل يومي من الصباح حتى المساء مع الناس وبالتالي مدينة برلين عبتفكر أيضا بفرض اللقاح على العاملين في هذا المجال ولكن مثل ما قلنا المطالبة هي أولا بتنظيم هذه العملية عن طريق قانون وليس عن طريق يعني فقط أنه منادات الناس بالالتزام أو دعوتهم لأخذ اللقاح للعاملين في هذه المهن ننتقل الآن لموضوع مخترع اللقاح الألماني بايونتك وجور شاهين الشخص الشهير جدا الآن أصبح يعني بعد أن ساهم في اختراع هذا اللقاح عن طريق شركة بايونتك وأيضا شركاء أمريكيين شركة فايزر الشيء المهم اللي عبي تم الحديث عنه الآن أنه بسبب هذا الاختراع العلمي الكبير اللي نجح فيه طبعا هو وزوجاته أيضا وهو طبعا هو السيو يعني هو رئيس شركة بايونتك الألماني اللي قام بتأسيسه بنفسه عام 2008 وأصبح هو رئيسها ويدير أعمالها طبعا هو تخصص الرئيسي كان في مكافحة أمراض السرطان ومعالجة أمراض السرطان ولكن انتقل السنة الماضية أيضا إلى تطوير لقاح ضد هذا الوباء فحصد يعني شهرة كبيرة عالمية ونجح كأول شركة في العالم في الإعلان عن لقاح فعال ضد هذا الوباء وبسبب هذا النجاح الكبير أيضا أدى ذلك إلى ارتفاع أسهم شركة بايونتك في البورصة بشكل كتير كبير تقريبا من 15 يورو أو دولار للسهم الواحد تضاعف خمسة أضعاف يعني اليوم السهم شفتوا أنا 98 صار فرقم هذا كبير تقريبا خمسة أضعاف إلى ستة أضعاف يعني ارتفع سهم شركة بايونتك هذا الارتفاع الكبير أدى إلى ارتفاع أيضا سروة يقول شاهين المالية بشكل كتير كبير لدرجة أنه أصبح من أغنى أغنياء العالم هو على قائمة الآن أغنى الأشخاص في ألمانيا أغنى مئة شخصية في ألمانيا تقريبا ترتيب 93 وأيضا من أغنى خمسمائة شخص حول العالم حول الكرة الأرضية حسب تقرير بلومبيرك الأمريكية السروة المالية له تقدر الآن بحوالي 17 مليار يورو وخاصة بعد ما أصبح يملك أسهم عن طريق شركة أخرى في شركة بايونتك 18% تعريبا من أسهم الشركة الملك الشخصي له أيضا وبالتالي الارتفاع الكبير للسهم أدى إلى نمو وزيادة السروة المالية له أيضا الحكومة الألمانية استفادت من زيادة سهم شركة بايونتك لأن الحكومة قامت أيضا بالمشاركة في تمويل هذه الشركة بمقدار 300 مليون يورو قبل عدة أشهر وأدى ذلك بعد دخول الشركة إلى البورصة أيضا إلى ارتفاع الأسهم بمقدار 5 أو 6 مرات وبالتالي الحكومة الألمانية أيضا حققت الأرباح الأسهم اللي بتملك الحكومة الآن ارتفعت إلى 1.5 مليار وهذا الشيء أدى إلى زيادة السروة بشكل غير متعمد من قبل الحكومة الألمانية وبالتالي زادت استثمارات يعني الاستثمار التي قام بها الحكومة الألمانية زادت قيمته بشكل كبير لصالح الخزينة الألمانية الشيء اللي بحب أذكره أيضا أنه الإعلام الألمانية عبركز على فكرة أنه هذا الشخص متواضع جدا رغم السروة المالية الكبيرة التي يملكها ولكن هو شخص متواضع حتى في مظهره وشكله الخارجي وأيضا تركيزه هو فقط على العلم هو وزوجته بشكل مشترك وأيضا على تقدم هذا اللقاح وإعطاء للناس وإيجاد حل لهذا الموضوع هذا كان هدفه الرئيسي ولكن كتأثير جانبي طبعا كمان بسبب الاختراق العلمي الكبير أيضا أدى ذلك إلى نمو سروته المالية ننتهي الآن لموضوع المساعدات المالية في ألمانيا اللي أعلنت عنا المستشارة الألمانية وتقديم الطلبات له يعني لشهر نوفمبر نحن الآن عم نحكي ففي شهر نوفمبر كل الناس اللي زال بشتنيش لعندها محلات لأغلقت محلاتها ستحصل على مساعدات تقديم الطلبات الآن تم تمديده أيضا بسبب وجود مشكلة الآن في تأخير صرف هذه المساعدات بسبب مشاكل في السوفتوير البرامج هذا الشيء أدى الآن إلى تأخير دفع المساعدات إلى شهر يانوى إلى الشهر الأول يعني إذن من العام القادم فالآن كل الناس اللي قدمت طلباتنا المتوقع أنه تتأخر طلبة بمعالج طلبة بالحصول على المساعدات حتى الشهر القادم بسبب وجود هذه المشاكل ولكن بنفس الوقت شيء مهم أيضا أن المستشارة الألمانية أكدت أنه نحن لا يمكن أن نستمر بهذا الشكل إلى ما لا نهاية بتقديم المساعدات بشكل كبير وهذا الصرف الكبير الذي تقوم به الآن الحكومة الألمانية طبعا نحن نعرف أن الحكومة الألمانية في السنوات الأخيرة كان هدفها هو عدم يعني السماح بديون جديدة على الدولة الألمانية ولكن هذه السنة تم الآن مرة أخرى يعني الحكومة الألمانية استدانت بشكل كبير أيضا بالمليارات يعني كمان لمعالجة هذا الوباء وأيضا التبعات الاقتصادية على الشركات ومع ذلك المستشارة قالت أنه كان قرار صحيح أنه ساعدنا الشركات ولم نسمح لها بالإفلاس لأنه لو أفلست الشركات راح تضيع أيضا فرص العمل والموظفين والعملين في هذه الشركات فنحن ساعدنا هذه الشركات للضل قائمة عدي هذه الأزمة الاقتصادية على أمل أنه عودت العمل مرة أخرى وبالتالي بيقدروا يحتفظوا عن طريق الكودس عباية الموظفين أيضا بوظائفهم بدل من أن يتم تسريحهم من هذه الشركات ولكن لا يمكن الاستمرار إلى لا نهاية إلى ما لا نهاية في تقديم المساعدات لذلك المستشارة يعني كمان عبتعلن تدريجيا أنه سيتم تخفيف المصاريف ولن يتم تقديم مساعدات بشكل هائل وكبير كما كان لحد الآن ننتقل الآن لموضوع حركة كفير دينكا في ألمانيا هاي الحركة التي نشأت الآن وتبلورت شكلها في الأسابيع الأخيرة في ألمانيا قامت بعدة مظاهرات الشيء الرئيسي يعني والمطالبات اللي عبت طالب فيها هي الناس اللي عبت يشاركوا فيها هنين ضد هذا اللقاح ضد إجراءات الحكومة وعبتم موصف يعني من قبل الإعلام الألماني وأيضا انتقادهم من قبل اليوم وزير الداخلية لمقاطعة نيدا زاكسن بأنه سلس هؤلاء المشاركين في هذه المظاهرات هنين من اليمين المتطرف ومن أصحاب نظرية المؤامرة اللي عبت يعتبرها هي بداية التطرف اليميني كذلك فهي المظاهرة يعني خرجت عدة مرات في ألمانيا ولكن الآن عبتم منع أيضا هذه المظاهرات من الخروج في ألمانيا عن طريق عدم إعطائها الموافقات للسماح لهم بالتظاهر الآن البنس في فاصل قريشة المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا على سبيل المثال منعت خروجهم ومظاهرة طالبوا فيها للخروج في مدينة بغيمن كانوا عبي طالبوا أيضا بالخروج في ليلة رأس السنة بمظاهرات كبيرة أيضا في برلين على ما يبدو أنه سيتم منع هذه المظاهرة أيضا فعبي تم اتهام الآن هذه المظاهرة بأنه سلس الناس الموجودين فيها في هاي حركة كفادة هنين أيضا من اليمين المتطرف هاي كانت هم الأنباء من ألمانيا لهذا الصباح نعلت لكم نهاية بشكل صادق وشفاف أتمنى أن أكون أفادكم من خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة